اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التطبيق الاسكتشوير طبعا بامكانك ان تقوم بعمل زي ما تحدثنا سابقا بامكانك ان تعمل تطبيقات على سوى هذا الموقع وعلى اسكتشوير وعلى اي منصة اخرى تطبيقات لن تستطيع عملها على الاندرويد استوديو او على الكتلين وعلى الفلاتر او على اي منص او برنامج اخر تمام فهذه المواقع او هذه التطبيقات هي عدة للاخوة المتدئين من اجل الانطلاق اول بدا فيه انتاج التطبيقات او تحقيق الربح منها بشكل اسرع من الطرق الاخرى اللي هي عن طريق البرمجة او تعلم البرمجة فهذا هو موضوعنا اليوم هذا هو الموقع وهو احدى المواقع طبعا في عدة مواقع وانا بشتغل على هذا الموقع الان بدورة كذا مصغرة علشان الاخوة المتدئين ويتعلموا كيف يعمل تطبيق موسط او تطبيق مصغر خاص فيه ويحقق اربح من خلال اعلانات الادموم كابسط طريقة ينطلق منها وايضا هناك طرق اخرى مواقع اخرى سنتكلم عنها ان شاء الله بعد ان نتهمي شرح هذا الموقع نقوم اولا بالنقر على هذا الزر اللي هو create apps لانشاء حساب على هذا الموقع ونسجل في الموقع كاي موقع اخر طبيعي جدا بيصلنا بعدها رابط التفعيل نقوم بالنقر على confirm account لتفعيل الحساب على هذا الموقع بعدها نقوم بالتسجيل الدخول الى الموقع وهذه هي الواقهة الرئيسية للموقع في عندنا بالاسفل create project وا import project فالموقع يمكنك انك تقوم بعمل ريسكين او تعديل لاي مشروع من اصدار هذا الموقع بمثلا لديك اصدقاء او مثلا من نشر مشاريع تم عملها على هذا الموقع بيمكنك ان تقوم بعمل ريسكين لهذه المشاريع وتحقيق الدخل منها من خلال هذا الموقع والتعديل على هذه المشاريع ايضا بيمكنك ان تقوم بعمل مشاريع من خلال عمل create project هنا بالاعلى في عندنا ايقونة الاكاونت وهنا في هذا المكان الدعم ايقونة خاصة بالدعم المادي وايضا هنا الدوكس اللي هو خاص بالمستندات وايضا هنا الكمونيتي فنحن بالاول بنقوم بعمل create project ونقوم بتسمية تطبيقنا مثلا نسميه مكتبة sketchware يجب ان يكون بالانجليزي سكتشوير لبراري تمام بعدها بنعمل next التالي في هذا المكان في مجموعة خصائص او اعدادات نقوم بادخالها مثلا عندنا هنا بالاول theme عندك ال default والlight وعندك اللي هو ال dark theme اللي هو المظلم وهو ما يفضل لآقل راحة النظر وحتى لا يكون مزعق جدا للنظر ايضا في الاسفل عندنا القيمة الدنيا للsdk يفضل ان تتركها 19 هنا عندك الباكيج نيم نقوم بكتابة باكيج نيم وتحدثنا عن الباكيج نيم سابقا اللي هو حزمة التطبيق نقوم بعدها بعدها نقوم بادخال هذا الباكيج نقوم باختيار لون اساسي للتطبيق مثلا لالتايتل بار لشريط العنوان وفي هذا المكان ايضا للستاتس بار اللي هو الشريط السفلي وفي هذا المكان الاكسنت كالر وبعدها بنعمل فنش وحاليا يتم اعداد المشروع وتم انقاذ المشروع زي ما تتم شايفين بالاسفل في هذا المكان تم انشاء مشروع قديد لنا في هذا المكان وبيبدأ فتح الواقه الخاصة بالمشروع طيب نعمل الان نكست نكست او ممكن نعمل على طول تبعا هذه الواقه الخاصة بالمشروع وهذه الواقهة العامة طبعا موقع ممتاز جدا وطريقة التعامل مع الادوات الجانبية سهلة جدا بيسهل عليكم كثير 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 جدا من بقية التطبيقات الاخرى او البرامج واللغات اللي ممكن تتعلمها شهور علشان تشتغل عليها اذا انت عندك مثلا رغبة في تحقيق الدخل خلال تطبيقات الاندرويد وما عندك لغات البرمجة المناسبة او مثلا ما عندك مهارة كافية فابدأ ابدأ ابدأ بهذه الاشياء ابدأ بمواقع الاولاين ابدأ بالسكتشوير ابدأ بالاشياء اللي تعطيك نظرة عن كيفية التعامل مع الادوات والواقهات فحاليا هذه الواقهة الخاصة بصندوق الادوات في هذا المكان في الجهة اليسرى في الاسفر عندنا هنا اللي هي اول حاجة عندنا هنا اليوزر انترفيس اللي هي الواقهة واللي بتجد فيها البوتون والشيك بوكس والسيركولار بروغريس والكوستوم بروغريس وايضا بتجد اشياء كثيرة اللي اخوة اللي هم مهتمين بالسكتشوير بيعرف هذه الادوات في عندك هنا اللايوت بتجد باللايوت في عندك الجنرال والليس واشياء كثيرة بتجدها في هذا المكان اشياء غير متواجدة في الاسكتشوير صراحة هنا في الميديا بتجد في الميديا اللي هو التعامل مع الصوت اداة الصوت الاوديو بكر والكام كوردر اللي خاصة بتسجيل الفيديو والكاميرا والاكسو بلاير لتشغيل الفيديوهات والصوتيات تقريبا لتشغيل الصوتية هنا ايضا لعارض الصور ايضا الميتا داتا وهنا هذه الاداة لم اعرف عنها حاليا في عندك هنا البلاير خاص بتشغيل الفيديوهات والكيو ار كود الخاص بالقراءة الاكواد الخاصة بالمنتقات او لعمل اكواد للمنتقات هنا الساوند لعمل تشغيل الصوتيات والساوند ريكاردر هنا لتسجيل الصوتيات وفي هنا للكلام وللتحويل الكلام الى نص ايضا الفيديو بكر لتشغيل الفيديوهات الفيديو بلاير ايضا وفي عندك هنا الياندكس ترانسليت هنا خاص بمنصة الياندكس الروسية الخاصة بانشاء البطاقات البنكية وأيضا البريد ياندكس بتقيدها ايضا في هذا المكان في عندك هنا ادوات خاصة بالدراغيق And animation خاصة بالرسم والصور المتحركة تقيد فيها الى ادوات الخاصة بها هنا ايضا في عندك المابس الخرايط وهنا ادوات المابس في الكامل ايضا في عندك هنا الخاصة بالمستشعيرات بالتغطي تقيد كافة الاشياء الخاصة بالمستشعيرات منها الخاصة بالباراكود قارئ الباراكود والساعة وأيضا السينسور اللي هو الأول موجود معنا وأيضا هنا الفينجر برينت اللي هو الخاص بالبصمة يعني بتجد هنا المستشعيرات بالكامل في هذه القائمة طبعا هذه الأدوات غير متواقدة في الاسكتشوير السوشيال وهي خاصة بأدوات الاتصال منها الكنتاكت بيكر قهات الاتصال والإيميل بيكر أيضا والفون كال الاتصال إقراء مكالمات هاتفية والفون نمبر بيكر اللي هو متعلق بسيقل المكالمات وأيضا في عندك البوش نتفيكيشنز اللي هو إرسال لشعارات والشارينج المشاركة والتكستينج اللي هو إرسال رسائل نصية والتويتر أيضا في عندك هنا أيضا أدوات خاصة بالتخزين بالستوريغ وهو متعلق بالفاير بالسكيويل بالسكيويل لايت وأيضا السحابيات طبعا كنت أنا أبحث عن الفاير بيس تقريبا هنا مش موجود الفاير بيس لكن هو متعلق هنا في هذا المكان بالتخزين بالسكيويل لايت والكلاودي ناري تمام في عندنا هنا الوحدات وفي الوحدات بتقد وحدات اللي خاصة بالمتحركة وأيضا السوق وعندك البطارية زي ما تكلمنا هنا بيكون في معانا الوحدات في هذا المكان وبتقد فيها وحدات كثيرة منها خاصة بالجهاز والصور والبكيق والريسورسيس وأيضا السكرينشوت لالتقاط الصورة للشاشة وأيضا الشيل وأيضا الويب الويبار اللي هو الخاص بالخلفيات وأيضا في عندك هنا الديناميك كومبولينيس اللي هو خاص بالمكونات من هذه المكونات اللي هي ديناميك بوتون وأيضا ديناميك كارت فيو ويعني أشياء متغيرة ديناميكية في عندك هنا أيضا الكونيكتيفتي وهو متعلق في النشاط تقريبا في عندك الاكتيفتي ستارتر اللي هو عند بدء النشاط والأردوينو أيضا متعلق بقطع الأردوينو ممكن أنك تدمج التطبيق في برمجة الأردوينو في عندك البلوتوث آدمين لصلاحية الأدمين للبلوتوث والبلوتوث كلاينت للعميل صلاحية العميل هنا عندك العميل للبلوتوث وعندك هنا بلوتوث سيرفر اللي هو الخادم للبلوتوث أيضا في عندك هنا خاصية التنزيلة أيضا داولود والفتي بي لتبادل الملفات أو لنقل الملفات عن طريق بروتوكول الفتي بي وأيضا عندك هنا نتوارك لأداة الشبكة وأيضا الويب لأداة الويب وأيضا في عندك هنا الوي فاي وأيضا عندنا هنا الوي فاي زي ما قلنا بالأخير لأداة الوي فاي في عندنا هنا أدوات الجوجل وهي خاصة بالفاير بيس وأيضا الخريط خريط الجوجل ومطابقات تسجيل دخول عن طريق جوجل وأيضا اليوتيوب بلاير في أدوات حلوة جدا وممتازة وبتساعدك لأشياء كثيرة بمعنى أنك يعني بتستغني عن أشياء في تطبيق السكتشويري لأنها موجودة صراحة في هذا المقر إذا شفت إنكم متحمسين والله يستمر في الدورة هذه باستمر أنا على طول إذا حبيتوا أنه أستمر في شرح التفاصيل وفي عمل تطبيقات في عمل تطبيقات تشغيل اليوتيوب مقاطع اليوتيوب عمل تطبيقات مصادقة عن طريق تسجيل الدخول بالجوجل يعني أشياء كثيرة ممكن أشرحها وأتكلم عنها على هذا الموقع حسب طلبكم تركوا لي رأيكم في التعليقات تمام؟ أتمنى أن يكون عقبكم هذا الفيديو كمقدمة وواقهة اللي هو الموقع أيضا في عندنا في هذا المكان اللي هي تقريبا أدوات خاصة بالشراء من المتقر أدوات قاهزة جدا ممكن تضيفها مباشرة للتطبيق أدوات للشراء من المتقر وأيضا أدوات خاصة بالإعلانات مثل إعلانات الأدموب بنار الأدموب اللي هي الانترستيثية اللي هي البينية والريورديد اللي هي إعلانات المكافأة وأيضا في عندنا إعلانات أمازون أيضا يدعمها الموقع وإعلانات أدكلوني وايضاً اعلانات ab lovin يدعمها الموقع وايضاً اعلانات الفيسبوك ايضاً يدعمها الموقع مثلها facebook banner facebook antre structural والريوردد وايضا الريوردد فيديو وايضا ال lead bolt يعني اعلانات كثيرة ضمنها ممتازة اللي هي startup banner والunity ad يعني الاعلانات ما شاء الله مدعومة كاملة على هذا الموقع وموقع ممتاز جداً وبايفيدك كثير في عمل تطبيقات الاندرويد وتحقيق الارباح منها ان شاء الله في عندنا هنا بالاسفر اللي هي الليغو ومش عارف ايش بالضبط متعلق بالالعاب او بالمحركات مش عارف ايش بالضبط هذه الليغو تقريبا هي متعلقة بالتحكم بالمحركات يعني مثلا بالروبوتات بالاردوينو زي كذا يعني مثلا في هنا عندك هذا الانكستي هو خاص بالروبوت الروبوت الانكستي تقريبا هي متحكمات بالروبوت يعني تسهل عليك برمجة التطبيقات للتحكم بروبوتات الانكستي يعني ممتاز جدا ما شاء الله موقع حلو جدا في عندك هنا الاكستنشن اللي هي الاضافات موجودة بالاسفل نشوف ايش الاضافات يعني اي اضافة انت ترغب باضافتها للتطبيق في عندنا هنا بالاسفل اللي هي الواقهة الاولى لو حبيت انك تضيف واقهة ثانية تعمل add screen وتضيف واقهتك الثانية كأنك تضيف واقهة او شاشة ثانية وتسميها مثلا home او تسميها بيت اسمية وبعدها بتعمل create ويتم انشاء الواقهة home وتنتقل اليها ايضا في عندك في هذا المكان كوبي سكرين هذه الميزة غير متوفرة في بقية التطبيقات اللي اشتغلنا عليها في برمجة تطبيقات الاندرويد بمعنى انه رح يعمل لك كوبي سكرين يعني نسخ للواقهة نسخ للشاشة ويكررها بتسمية ثانية فهمت علي كيف يعني اه بيعمل تسمية قديدة لشاشة معينة مثلا ترغب بنسخ الواقهة home بكافة ادواتها وكافية محتوياتها بتعمل كوبي سكرين فقط وتروح تعمل لها تسمية جديدة ويعمل لها نسخ بالكامل ايضا في عندين هنا المحاكيات هنا الجوجل بيكسل ثري في عندك اللي جينيكسس فايف اكس سامسونج جالاكسي اسنين يعني هنا هذي كلها محاكيات في هذا المكان في هذي القيهة في القيهة اليمنى بتجد اللي هي السكرين بروبرتايس اللي خصائص الشاشة او خصائص الواقهة منها خصائص الالوان وخصائص العنوان في هذا المكان اه خصائص الاتقاه الوفقية عامودي هنا تسمية التطبيق وايضا هنا الـ background color اللي هي لونة الخلفية وهنا عندك الـ background لو حبيت انك تعمل خلفية يعني صورة للشاشة اه في عندك هنا الـ close screen animation يعني صورة متحركة اه هنا ايقونات ممكن تعمل ايقونة لتطبيق هنا اه لون الاشعارات لون شريط ايضا في عندك هنا الـ open screen animation اللي هو خاص بالـ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ هذه الخاصية هي لتحديد اتقاه التطبيق عمودي وفقي بالاتقاهين عمودي وفقي مع بعض في هذا المكان تحددها أيضا في عندك هنا بالأسفل اللي هي إظهار الخيارات القائمة وإظهار الستاتس بار وفي عندك هنا اللي هو السايزنج الحاكم إما ثابت أو متغير وفي عندك هنا الثيم اللي هو دارك ثيم وأيضا في عندك اللي هو العنوان الشاشة ممكن تخليه مثلا تسقيل الدخول أو تسميه بأي تسمية بهذا الشكل في عندك هنا اللي هو نوع خط الواقهة بيكون تختار الخط المناسب لهذا العنوان مثلا تختار هذا الخط أو تختار أي واحد منهم عندك بالأسفل اللي هو tutorial url يعني رابط تعليمي هنا الversion code اللي هو إصدار الكود وهنا عندك الversion name اللي هو اسم الإصدار فمثلا عندك بيكون هنا الإصدار الرقم واحد هنا عندك الversion name بيكون واحد بوينت زيرو وفي هنا خصائص متقدمة إعدادات متقدمة المشروع منها المشروع منها الـ high quality image اللي هي الصور عالية الدقة وهنا الـ keep screen on وأيضا هنا عندك الماين SDK اللي هي القيمة الدنيا للSDK واللي تكلمنا عنها نحددها بـ EPI 19 وهنا الـ back name وأيضا هذه الخاصيصة الموجودة بالأسفل وعندك هنا تفعيل الـ splash لو حبيت أنك يكون فيه splash بالتطبيق أو تلغيها من هذا المكان أيضا في عندك show lists as json وهي متعلقة بقواعد الفاير بيس لعرضها وإخفائها أيضا هنا في خاصية اسمها RTL support يعني مش عارف نعيش بالضبط RTL support لكن إن شاء الله بنتعرف عنها في الفيديوهات القادمة في هنا عندك splash image وهي صورة تضعها في واقهة السبلاش والـ title bar type paste import هنا عندك اللي هو عنوان نوع العنوان اللي ممكن تضيف وأن تعمله إضافة من هذا المكان طبعا يكون كذا شرحنا واقهة الموقع وتكلمنا عن تفاصيل الموقع بالكامر وإن شاء الله في الفيديوهات والشروحات القادمة إذا حبيته أنه أستمر معكم في هذا الموقع وأشرح لكم تفاصيل هذا الموقع ونشتغل مشاريع على هذا الموقع اتركوا لي رأيكم بالتعليقات هذا كان بشكل يعني مفصل بالشكل تفصيلي لهذا الموقع شرحناه بالتفصيل الممل لواجهة موقع الكديولار لبرمجة تطبيقات الاندرويد أو لعمل تطبيقات الاندرويد بطريقة مبسطة وأولاين أتمنى يكون أفدكم الفيديو وأستفدتم منه فإذا استفدتم الفيديو لا تنسى أن تعمل اشتراك بالقناة وأيضا تفعل قرس التنبيهات ليصلك كل قيد وأيضا لا تنسى أعمل اللايك اللايك مهم جدا عشان أستمر معكم فإذا أنتم ما استمر معي وإذا ما استمر التفاعل معي فأنا كيف باستمر من دونكم يعني لازم أنكم تتفاعلوا معي وتستمر معي بالتفاعل حتى أستمر معكم بالإبداع والعطاء إن شاء الله تمنيتي الجميع بالتوفيق والفائدة في أمان الله